سلام الله عليكم ورحمته وبركاته الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني تحذير بدر شهر صفر العالمي هذا هو عنوان بيانه الجديد والذي سطره بتاريخ اليوم الثلاثون من محرم لسنة 1443 للهجرة والموافق السابع من شهر سبتمبر لسنة 2021 يا معشر البشر لقد أدركت الشمس القمر في شهر صفر صباح يوم الاثنين تاريخ السادس من سبتمبر لسنة 2021 وغرب هلال صفر قبيل غروب شمس الاثنين وقد هو هلال ثم تجتمع به الشمس فجر الثلاثاء في المحاق المركزي وقد هو هلال فهذا يعني أن بدر شهر صفر العالمي سوف يشرق بدرا تاما في كافة آفاق مشارق شعوب البشر بدرا تاما مساء يوم الاثنين تاريخ 20 سبتمبر سنة 2021 وأقول البدر العالمي كل بحسب أفق شروقه برغم فارق التوقيت الكبير يشرق القمر بدرا في أقصى شرق نيوزلندا مساء يوم الاثنين لتثلاثاء فالوقت لدى دول الشرق الأوسط صباح الاثنين ثم يشرق بدرا تاما مساء الاثنين لتثلاثاء على دول الشرق الأوسط بل الفرق بين التوقيت العالمي وأقصى دول الشرق ما يزيد عن اثنتين عشرة ساعة وإني خليفة الله المهدي ناصر محمد اليماني أعلن بآية بدر الإمام المهدي ناصر محمد اليماني على مستوى كافة شعوب البشر فجميعهم شروق القمر لديهم في تاريخ يوم الاثنين الموافق عشرين سبتمبر لسنة الفين وواحد وعشرين فجميعهم يحتويهم شروق القمر في نفس تاريخ عشرين سبتمبر من أقصى الشرق إلى الشرق الأوسط إلى أقصى الغرب فهذا هو المستحيل في علم الفيزياء الفلكية أن يكون القمر البدر مساء يوم الاثنين ليلة الثلاثاء في آفاق شروق العالم بأسره في تاريخ عشرين سبتمبر لسنة الفين وواحد وعشرين إلا في حالة واحدة أن يكون غروب هلال صفر قبل غروب شمس الاثنين ليلة الثلاثاء وهو هلالا أول الشهر صفر وعمره ابتدأ منذ صباح الاثنين بتوقيت مركز الأرض والكون بالمسجد الحرام في مكة المكرمة وقد مكر علماء الفلك في العالم مكرا كبيرا بقيادة وكالة ناس الأمريكية ليصدوا عن آية الإدراك الكونية لعنهم الله لعنا كبيرا فهاهم يعلمون علم اليقين أنه ليس غرة شهر صفر فلكيا عند غروب شمس يوم الاثنين ليلة الثلاثاء في كافة دول البشر وذلك بسبب عدم محاق شهر محرم حسب علمهم أنه لم يبلغ المحاق لشهر محرم إلا فجر الثلاثاء ولذلك يعلنون غرة شهر صفر اليوم التالي مساء الثلاثاء ليلة الأربعاء فلكيا في كافة أنحاء العالم تاريخ 8 سبتمبر لسنة 2021 وكذلك شروق بدر صفر يوم الثلاثاء تاريخ 21 سبتمبر أم تريدون يا معشر علماء الفلك أن تراوقوا في ليلة الإبدار الخانقة الحتمية رغم أنوفكم فمن ثم تلجأ إلى أسلوب آخر وتستخف بعقول الناس فتقولوا بل سوف يكتمل بدر صفر في نقطة المحاق المركزي فجر الثلاثاء فمن ثم يقيم خليفة الله المهدي عليكم الحجة وأقول فعلى من تضحكون فوالله الذي لا إله غيره لا يكون ذلك قبل غرة الشهر الفلكية الفيزيائية مساء يوم الثلاثاء 21 سبتمبر وأقول فإذا تراجعتم إلى تاريخ بدر آية خليفة الله المهدي فهنا اعترفتم بحدث الإدراك كون هذا يعني أن هلال صفر لابد أنه قد ورد من قبل الاقتران المركزي واجتمعت به الشمس وقد هو هلالا فكيف يحدث البدر إلى الغرب من المحاق المركزي وأنتم تعلمون أنه يحدث إلى الشرق من المحاق المركزي كون الهلال يبدأ في التكوين من بعد انفصاله إلى شرق الشمس وأما لو حدث العكس فولد الهلال من قبل الاقتران فهذا يسبب اختفاء الأهلة في أوائل الشهر وانتفاق الأهلة ويحدث البدر المبكر بسبب ولادة الهلال وهو إلى الغرب من الشمس من قبل حدوث الاقتران المركزي فتجتمع به الشمس وقد هو هلالا فلماذا تخفون ذلك عن العالمين وهو نذير كبير للبشر أن تدرك الشمس القمر من قبل أن يسبق الليل النهار بسبب مرور كوكب العذاب سقر فوين لكم من الله الواحد القهار فسوف يحل الله عليكم لعنته وملائكته والناس أجمعون ولكن الإمام المهدي ناصر محمد اليماني أعلن لكافة البشر بدر الآية الكونية مساء يوم الاثنين عشرين سبتمبر يشرق بدرا تاما مغرب يوم الاثنين رغم أنوف كافة البشر بإذن الله الواحد القهار والأمر من الله أن أعلن بدر شهر صفر الاثنين الساعة السابعة فاحذروا غضب الله واحذروا مكر الله ولسوف يلجم بدر صفر كافة شعوب البشر مساء يوم الاثنين تاريخ عشرون سبتمبر لسنة الفين وواحد وعشرين ولسوف تعلمون يا من يأمنون مكر الله فلن تجدوا لكم من دون الله وليا ولا نصيرا يا من صددتم شعوب البشر عن التصديق بآية خليفة الله المهدي ناصر محمد اليماني ونبشركم ومن صدقكم وكذب خليفة الله المهدي بأن الشمس أدركت القمر فتلاها بعذاب أليم من رب العالمين اللهم افتح بيننا بوعدك الحق وقد خاب من دساها فأخفاها من علماء الفلك وخاب كل الجبار عنيد من صناع القرار الأشرار اللهم إن قلبي مغلوب فانصرني نصر عزيز مقتدر إن كنت حقا تعلم أنك استفيتني خليفتك على العالم بأسره فإنك أنت إله الملكوت البالغ أمره نفذ صبري وأفوض إلى الله أمري اللهم إني عبدك لست بآسف عبادك أجمعين أن يظهروني أو ينصروني فمن أحسن فإنما يحسن لنفسه إن ربي غني حميد اللهم إني أشهد أنك استفيتني خليفتك على العالم بأسره فأبوا أن تخضع أعناقهم لخليفتك اللهم فأرهم ما يغضعهم بحولك وقوتك اللهم إنك لا تكلف نفسا إلا وسعها فمهما حذرناهم من مدد جديد من جنودك سلالات بعوضة ما لا يحيطن بها علما فقد أعلنوا كفرهم مسبقا وقالوا تحورات طبيعية معروفة ومهما حذرناهم من تناوش عذابك بسبب اقتراب كوكب العذاب وراء سر كوارث المناخ جوا وبحرا وبرا لقالوا كوارث طبيعية بسبب الاحتباس الحراري طبع الله على قلوبهم فهم لا يؤمنون اللهم إنه ليس لهم إلا كوكب سقر أمهم الهاوية إليهم مباشرة بذاته أرض كوكب العذاب يقترب أكثر فأكثر حتى يحجب عنهم آفاق السماء جنوبا وشمالا وشرقا وغربا ترميهم بشرر من نار فهي حسبهم ومهادهم من بعد موتهم ومأواهم وساءت مصيرا واجعل الخبيث بعضه فوق بعض واركمه في نار جهنم جميعا واهد بعذابك ما دون المجرمين من عبادك فإنك محيط بالمجرمين من عبادك في العالمين اللهم واهد الذين لو علموا الحق لاتبعوه إنك بعبادك خبيرا بصيرا تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وإلى الله ترجع الأمور ومن أراد العزة فإن العزة لله جميعا ولسوف تعلمون أصدق ناصر محمد اليماني أم كان من الكاذبين اللهم فأحق القول على المجرمين الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم صوت عذاب إنك لهم لبالمرصاد ولسوف يعلم الفجار الكفار لمن عقب الدار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خليفة الله وعبده الإمام المهدي ناصر محمد اليماني